في اليوم العالمي لحقوق الإنسان اختارت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن تكرم أحد المتهمين بارتكاب جرائم ضد اليمنيين حادثة أثارت استنكاراً واسعاً من قبل الناشطين الحقوقيين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي في حين التزم الوزير الصمت ولم يقدم أي تبرير مقنع سنوات قاسية مرت على اليمنيين عانوا خلالها ويلات القمع والانتهاكات ومصادرة الحقوق لم يحرك إزاءها الوزير المعني بحقوق الإنسان ساكناً وعندما أراد التذكير بوضع حقوق الإنسان في اليمن ذهب لتكريم شلال شائع وهو أحد المشتبهين بكونه ضمن قائمة منتهك حقوق الإنسان في اليمن من خلال موقعه السابق كمدير لشرطة العاصمة المؤقتة ويرأس وحدات مسلحة غير قانونية موالية للإمارات فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان كان قد أورد اسم شلال شائع كمتهم محتمل في الكثير من حوادث الاغتيالات والقتل التي تحقق منها الفريق كما أورد تصريحات ومواقف منسوبة إليه يؤكد في مضمونها تورطه المباشرة في كثير من الحوادث والانتهاكات المنسوبة للقوات الممولة من الإمارات في عدن تمت إقالة شائع في وقت سابق مع قرار بإحالته للتحقيق لدوره في مساندة الميليشيات الموالية لأبو ظبي خلال المواجهات التي انتهت بخروج الحكومة من عدن قبل أشهر وبدلا من أن يتم محاكمة الرجل كمتمرد يأتي هذا التكريم ليضعنا أمام صورة بالغة السوء عن وضع حقوق الإنسان في اليمن وعن مستوى التجريف الذي يمارس داخل مؤسسات الشرعية في وقت سابق كان وزير حقوق الإنسان ذاته ينكر وجود سجون سرية تديرها القوات الموالية لأبو ظبي في عدن ما يعني تجاهل معاناة المئات من اليمنيين الذين أمضوا صنوات في هذه السجون وكثير منهم لقي حتفه هناك وهو ما يجعل التكريم يبدو منسجما مع توجهات الوزير وعمله في الحكومة ولم يكن مجرد خطوة بلا معنى بحسب البعض